شفنا دكتور محمد أن المشاركة في الخارج كانت قد إيه رقية قد إيه شفنا مشاهد مشاهد حقيقة جميلة شفنا مصريين بيسافروا بالعشر ساعات في البرد الكارس في أوروبا عشان بس يشاركوا بأصواتهم وعشان ياخدوا حقهم في الانتخاب وكان ملفت جدا جدا مشاركة الشباب بشكل كسيف جدا في الانتخابات في الخارج فرأي حريك إيه في أهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بشكل كبير وضخم زي اللي شفنا في الخارج ما حدث من المصريين بالخارج وبخاصة فات الشباب أثبت أننا أمام جمهورية جديدة بالفعل وليست مجرد شعرات جمهورية خليهم يتسلوا والدولة اللي كانت موجودة اللي كانت شايفة أن الشباب ليس لهم دور وأن وجودهم مجرد تمثيل ديكوري أصبحت غير موجودة واللي شفناه من آلاف الشباب الذين تحركوا قلنا برضو نكون واضحين فكرة التحليل لفئة من هم تواجدوا في عملية التصويب بالخارج كان عندنا فئات من العمال فئات من المسافرين حتى يحسنوا من وضعهم الاقتصادي يعني ناس دي كانت موجودة ثابت البلد عشان خاطر تبحث عن فرصة عمل أفضل وتبحث عن تحسين وضع الاقتصادي لما هؤلاء الأفراد يروحوا يتركوا أعمالهم في دول في أيام ليست أيام أجازات ويسافروا بطيران لأن فيه ولايات كانت بتابعة لو هنتكلم النهاردة على الولايات المتحدة الأمريكية هم خمس لجان اللي موجودة في التصويت لو بنتكلم على السعودية أنا عندي لجنة موجودة في جدة واللجنة التانية موجودة في الرياض فاللي بتحرك من القصيم من عنيزة من الرس سيب شغله ورايح ساعات طويلة دافع مقابل انتقال عشان يروح يدلي بصوته عشان يثبت أنه يستحق أن يحمل جواز السفر المصري وأن كلمة مصر ترتب على حامل جنسياتها مسئولية كبيرة حتى يعلم العالم أجمع أن المصريين مؤمنين بأهمية المشاركة ولي كانت نقطة مهمة محتاجين أن نعول عليها في اللي جاي الشباب المصري اللي كن بعض الأفراد بيقول أصل هو مش مهتم بعملية المشاركة أصله شايف أن المشاركة ليست ذات جدوة أصل وجودهم مش هيفرق الشباب هم دول اللي تصدروا المشهد الانتخابي أنا آسف لو المرأة تزعل شوية وسلم ردي أعتقد الشباب من الممكن عنصر الشباب سيفوق عنصر المرأة اللي كل من راهن عليها في كل الانتخابات الماضية ولكن الشباب أثبت أنه قادر على أن يكون فرص الرهان في العملية الانتخابية هذا ما حدث في انتخابات المصريين بالخارج وده ما تم رصده في الانتخابات التي تمت حتى هذه الساعات احنا بنتكلم بأن تلات ساعات دلوقتي عملت تصويت مستمرة الفئة العمرية الموجودة من طلاب الجماعة ومن شباب من سن 25 لسن 35 دي كانت الفئة الغالبة الموجودة أمام اللي جان وعلى فكرة ده كمان كان عندنا المؤشر بتاعه من نمازج التأييد التي تم عملها للمرشحين قبل فتح باب الترشيح نمازج التأييد اللي كانت موجودة قبل تقدمها النهاردة نسبة الغالبة فيها كانت نسبة شباب ده يثبت أن الدولة الشابة شبابها قادرين على عملية المشاركة وتغيير شكل المعادلة ده النهاردة بيقول إيه؟ بيقول أن الشباب دول عندهم فرص موجودة للمشاركة في عملية صنع القرار ده يثبت أن ما تم إنجازه في محور الحماية الاجتماعية وما تم إنجازه من تطوير في ملف الحق في السكن في ملف فرصة عمل لائقة في الحق في المساهمة بين الجنسين في مجموعة من الحقوق اللي عملت الدولة على تعززها على مدار السنوات الماضية أتى بثماره وإلا ما كانش هؤلاء الشباب عشان شافوا فرق هينزلوا ويصوتوا لأنه لو شايفين أن الوضع كما هو وليس هناك بجديد ليس بجديد إن يقال أو قديم إن يعاد طبعا ننزل ليه؟ أتعب نفسي ليه؟ لكن أنا بأخذ أجازة من شغني وبأدفع مقابل انتقال وبأتحمل جهد وعرق ومشقة الوصول سواء كان في الانتخابات المصريين بالداخل أو في الخارج درجة الحركة بتوصل لمينس 16 سالب 16 كانوا موجودين والمصريين وقفين في التلج مش مجرد بيدي صوته بيمشي لا المصريين كانوا منصقين مع بعض الجاليات المصرية لهم كل التحية ولهم كل التقدير وتحية عظيمة من الشعب المصري لرؤساء الجاليات ورؤساء الأندية الموجودين في كاف الدول العالم على تنظيمهم لهذا المشهد الأسطوري إن هم يرتبوا التحرك بأعربات مجمعة التحرك في مشهد أشبه بمشهد الكارنفال إن هم يتحركوا بأعلام مصر من الولايات المختلفة ومن المحافظات المختلفة عشان عالم يعرف حجم المصريين الموجودين الراغبين في تأييد مواقف الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ليس فقط موقفها في غزة ولكن احنا بتحدث النهاردة عن مواقف الدولة وليست القيادة السياسية تتكلم عن دولة كاملة بتعمل نظام مصر انتقلت من دولة أشخاص للدولة مؤسسات أي حد بيتابع الدولة على مدار السنوات الماضية شايف أنه فيه ترسيخ للعمل المؤسسي وأصبح لدينا هناك بالفعل دولة المنظومة صحيح